يعني هذه الأردن باستقلاله وتكوينه هو استقلال مجبول بالدم والمخاطر والتحديات الكثيرة ومن البداية وليست البداية فقط نفس التحديات والمخاطر كانت تتكرر في كل مرحلة وفي أكثر من محطة من محطات تاريخنا كاد الأردن أن يكون أو لا يكون لكن أهم شيء أنه كانت هناك سياسة حكيمة من قبل القيادة الهاشمية بدءا من الملك عبد الله الأول هذه القيادة كانت تركز على ماذا يحتاج هذا الوطن وكيف يمكن التعامل مع المعطيات على مستوى الإقليم والعالم وكيف يمكن الخروج في مواجهة كل المخططات والاتفاقيات التي كانت تعصف في المنطقة وتستهدف مناطق بعينها وتستهدف تنمرير مخططات وكان الملك عبد الله الأول يماجه ذلك بحزم وقوة وفي نفس الوقت بحكمة وسياسة لا تستعدل آخر بل دائما يركز على مصالح هذا الوطن العليا حتى فعلا تمكن الأردن من أن يسير في وسط هذه الحقول وليس حقلا واحدا حقول من الألغام ليخرج ليكون هذا الوطن العروبي القومي نعم إذا ما قررنا دكتور ما بين الماضي وما بين الحاضر الملكية الهاشمية منذ الملك عبد الله الأول المؤسس إلى الملك المعزز الملك عبد الله الثاني من حيث السياسة في قيادة الدولة الأردنية الهاشمية نعم يعني إحنا الآن نعيش المملكة الرابعة ولكن عندما تدرس في أي حقبة بحقبة الملك عبد الله الملك الطلال الملك الحسين ثم الملك عبد الله نجد أن هناك مشتركات ما بين هذه الحقب الأربعة نعم كلها تتميز بشيء أو أكثر من شيء اللي هو الثبات بالسياسة عدم تغيير وجهات النظر مركزية القضية الفلسطينية بناء الإنسان الوطني الأردني الاهتمام به التركيز على العلاقات مع الجوار بشكل مميز التشارك مع العالم في كل ما يخدم الإنسانية مثل مقاومة الإرهاب وتطرف والعونف وأيضا في خدمة السلام العالمي مثلا حتى هذا دور كبير للأردن ومشهود له من خلال قوات حفظه السلام المنتشرة ووصلت إلى أكثر من أربعين بلدا في العالم من خلال المستشفيات الأردنية من خلال أيضا يعني اليوم دليل أكبر دليل في قطاع غزة في شمال غزة وفي جنوب غزة أيضا في مدينة نابلس في الضفة الغربية نعم قطاع غزة الآن يلخص الموقف الأردني الذي لم يتغير منذ النشأة وحتى الآن وبنفس الثبات ويتميز أيضا الموقف الأردني باستمرار بالجرأة والشجاعة دائما هناك جرأة وشجاعة وعدم الإنحناء أو أن يكون هناك ثنيا أمام الضغوطات مهما برغت تحملنا الكثير تحملنا الحصار تحملنا إغلاق الحدود تحملنا إغلاق الأجواء كاملا وبقينا نسير في هذا الزمن الصعب نعم حتى نبقى بإذن الله نعم آمين نعم إذن يعني اليوم إحنا الأردنيين جميعا ومن أيضا يسكن على هذه المنطقة الجغرافية في الأردن أكيد الاحتفالات موجودة والفرحة غامرنا اليوم بهذه المناسبة السعيدة والمميزة كيف أسمت القيادة الهاشمية بتعزيز الوحدة الوطنية ويعني السير دائما نحو تأسيس الهوية الوطنية الأردنية دائما التركيز في هذا المنحة هو يستهدف باستمرار كيفية بناء الإنسان الأردني القوي وقوة الإنسان الأردني لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال كيف يكون مخلصا وكيف لديها ذلك الانتماء وذلك الوعي وكيف يعرف أنه يتجاوز كل أشكال الفروقات سواء العرق أو الدين أو الطائفة أو الأصل فالكل نحن في بوتقة واحدة على هذه الأرض الأردنية نتشارك معا في كيفية التصدي لكل ما يمكن أن يمس هذا الوطن ويركز خاصة تركيز جلالة الملك عبد الله يعني أستذكر خطاب لجلالة الملك عبد الله في الذكرى الخمسين لتأسيس الجامعة الأردنية ألقى خطاب بهذا الخطاب ركز حوالي ثلث الخطاب بس في تعريف من هو الأردني كل حين يقول من هو الأردني بيقرأ فقرأ ثم من هو الأردني ثم من هو الأردني وكلها تلخص أن الأردني هو الواعي المنتمي لوطنه العارف بمشاكل بلاده الذي يدرك مشكلات الإقليم ويعرف أننا كلنا نتجه نحو القدس ومركزية القضية الفلسطينية وحبتنا للعالم ثم يركز في فقرات أخرى من خطابات أخرى ودائما هذه جلالة الملك عبد الله الثالي دائما يكررها وهو التركيز على أنني مسلم وأنني معني بالدفاع عن الإسلام السمح وليس ذلك الإسلام المتطرف جميعنا نستفكر رسالة عمان نعم وهي رسالة عمان متى خرجت يعني بعهد جلالة الملك عبد الله الثاني ثم بعدها مبادرة سواء ومن بعد ذلك صدرت الأوراق النقاشية التي تتحدث كثيرا عن المفهوم الدمقراطية وكيف بناء اللحمة الوطنية الواحدة نعم هذا شيء آخر ثم أيضا في كل خطابات جلالة الملك تركز على هذه المفهومة سواء بخطاب العرش السامي أو بالخطابات اللي دائما أو الأحاديث اللي بتكون عفوية أثناء زياراته للمدن الأردنية والبادية والقرى واللقاءات وجلوسه مع أبناء الشعب الأردني ومؤخرا هذه الجولات لجلالة الملك للمحافظات لمختلف محافظات المملكة وجلوسه مع أبناء العشائر الأردنية والحديث هذا الحديث القريب من القلب إلى القلب ما بين المليك وما بين الشعب الأردني نعم نعم هذه سنة يعني اختطتها جلالة الملك عبدالله الثاني ودائما يحرص على أن يكون في المكان القريب من شعبه باستمرار المكان القريب من جيشه وهذا مهم جدا هي دائما نحكيها أنه أسعد اللحظات عنده عندما يكون بين جنوده يتحدث إليهم يتسامر وإياهم يحضر حتى هو في كتاب لجلالة الملك فرصتهم الأخيرة يتحدث عن هذه المناسبات حتى أفرد فصل عنوانه ليالي القطرانة يعني شو ليالي القطرانة يعني ليالي القطرانة القطرانة في الصحراء الأردنية في البادية على بعد حوالي 70 كم إلى الجنوب من عمان وفي أطراف البادية ومنطقة صحراوية دائما وخدم بها أول خدمة العسكرية كانت في هذا المكان في اللواء المدرع أربعين كيف كان يعيش مع الجنود وتحدث إليهم باستمرار ودائما يقول أنه التربية العسكرية علمتني أمورا كثيرة أهمها أنني أهتم بالمنجس يعني والسموه الأمير حسين في مقابلته الأخيرة مع قناة العربية تحدث عن هذا الجانب وأشار إلى أنه أنا بعاني من ناس اللي بدقوا صدورهم وبقولوا أنا جاهز ما بيسووا شيء ما دعمت صح صحيح لأنه لاحظ كيف هذا مشترك ما بين الأمير حسين والجلات الملك نعم هذا ما زرعوا في ولي العهد الأمير نعم ولي العهد نفسه أنه دائما يركز على الإنجاز يريد أن يرى إنجازاً وهذا بلدنا بلدنا الحمد لله يتقدم في كل يوم وفيه إنجاز في كل يوم باستمرار نعم يعني شكراً لوجودك معنا دكتور يعني سعيدين جداً بوجودك معنا وحضورك لأننا لم تشاركنا بهذا اليوم وهذا الاحتفال أيضاً أهلاً وسهلاً بحضرتك شكراً لكم شكراً شكراً لكم كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير دائماً